لقد انتصر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وأحد أولئك الطغاة طغاة مكة عاشوا إلى ذلك اليوم الذي رأوا فيه تجليات هذا الانتصار المبهر إنه أبو سفيان بن حرب لعنه الله كان من ضمن ذلك الوفد الذي جاء إلى أبي طالب يعرض هذه المطالب وهذه العروض وجوبها بهذا الرفض المحمدي القوي مرت الأيام وإذا بأبي سفيان يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيرى العجب العجاب هذا بعدما دخل الإسلام كرها أو كرها وقد وصم بهذه الوصمة التي لم تفارقه أنه الطليق إهانة بعدما كان سيد مكة حاكم مكة إذا به طليق ذليل يجلس في آخر المسجد ويرى محمداً هذا الذي حاربه وناوأه يراه الآن وقد ملك الأرض وما عليها الرواية في البحار أفواً الرواية في حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني رحمه الله الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تأملوا فيها قال صلوات الله عليه والله لقد دخل أبو سفيان بعد فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مسجده على منبره في يوم جمعة بالمدينة فنظر أبو سفيان تخير المشهد؟ أبو سفيان دخل من باب المسجد؟ فنظر أبو سفيان إلى أكابر ربيعة ومضر واليمن وساداتهم في المسجد يزاحم بعضهم بعضا الأكابر زعماء الناس شيوخ العشائر الحكام اللي كانوا يحكمون مقاطعات في شبه الجزيرة العربية كلهم جاءوا في مسجد رسول الله المسجد غاص بأهله ويزاحم بعضهم بعضا ورسول الله على المنور شي صير بنفسه هذا أبو سفيان يحترق من الداخل يقول الإمام الصادق عليه السلام فوقف أبو سفيان متحيرا وقال في نفسه يا محمد هذا يقول بنفسه يا محمد قدرت أن هذه الجماجم هذه الرؤوس تذل لك حتى تعلو أعوادك هذه يعني المنبر وتقول ما تقول كأنه يقول الله على هذا الزمان شلون قدرت أنت محمد على هؤلاء السادات والرؤوس والأكابر صايرين تحتك يزاحم بعضهم بعضا وأنت على المنبر تدري مدى صعوبة هذا الأمر طبق على زمان حاول حاول تفكر بهذه الطريقة قول هكذا رؤساء الدول العربية كلهم تجي تشوفهم هنا قاعدين هنا هنا تحت المنبر شيوخ العشائر كلهم قاعدين هنا تحت هذا المنبر كهنة البكرية كلهم كلهم دخلوا الإسلام دخلوا التشيع الحق مثلا وجلسهم هنا كلهم وهذا المسجد غأص بأهلي من يتخيل من يتوقع هكذا شيء يصير من يتوقع يجي يدخل علينا مثلا سلمان بن عبد العزيز قاعد هنا أو قاعد هناك يا من النعل من يتوقع هذا سوان نبي حتى تعرف عظمة هذا المصلح وسواه بش قد كم المدة الزمنية المجموع المجموع كله 23 سنة عشر سنوات منهن كانت لديه دولة وحكومة 13 سنة ما عنده شيء قاعد في مكة ما عنده شيء يعني أنت إذا تريد تحسدها بالدقة تقول عشر سنوات فقط وين صايرها في الدنيا ولم يكن يملك شيئا ما يملك شيء حتى جنده لا يملكون شيئا يعني في معركة بدر مثلا المشركون كم عددهم والمسلمون كم عددهم المشركون كانوا أربعة إلى خمسة أضعاف عدد المسلمين المسلمين كلهم كانوا فقط ثلاثين وثلاثة عشر واحد فقط المشركون بيدهم أفضل أنواع الأسلحة ذلك الزمان كلهم لديهم سيوف رماح دروع المسلمون ما كان عندهم هذا حتى أن قسما منهم كان يقاتلوا بسعف النخيل حتى السيف ما عنده المشركون كان لديهم الفرسان يركبون الخيل عدد الفرسان في بدر من جانب المسلمين اثنان فقط لأنه ما كان عندهم غير حصانين فقط هذا اللي كان عندهم فرسان فقط يعني ميزان القوة تماما غير متكافأ ولا متعادل محقولة هذا الشخص يستطيع أن يقهر هؤلاء جميعاً بحيث تدين له جزيرة العرب برمتها بملوكها وسادتها بأكابرها بعظمائها بعشائرهم بقبائلهم كلهم ورأيت الناس يدخلون دين الله أفواجاً في دين الله أفواجاً